السلام عليكم الملف ده بيكون موجود جواه مجموعة كبيرة جدا من الكلاسز وكل كلاسز منهم عبارة عن تأثيرات بالCSS طيب علشان استخدم التأثيرات دي مع العناصر بتاعتي اللي في الصفحة بسيطة بتروح تدي للعنصر كلاسز معين من الكلاسات دي طيب وظفتك انت ايه بقى انك تعرف امتى وازاي تستخدم الكلاسات دي مع العناصر بتاعتك طيب يا باشا هتستفيد ايه من الكلام ده؟ هيوفر عليك كتابة اكواد كتير جدا في الCSS وقبل تالي هيوفر عليك وقت ومجهود كبير جدا طيب اشطة نستغنى بقى عن الCSS واجع الدماغ ده ونستخدم البوتستراب في الحقيقة لا خصوصا لو انت اصلا فرونت اند فايدة اي فرونت اند فريمورك هو توفير الوقت والمجهود ولكن اعتمادك عليه بشكل كلي هيعطلك وهيوقف ابداعك وده لان مستحيل اي فريمورك يقدم لك كل حاجة في الدنيا فنصحت لك انك لو معظم شغلك في الفرونت اند او التصميم انك تتعلم الCSS وكمان البوتستراب وعلشان ما اطولش عليكم يا شباب في المقدمة احب اتمنى لكم دورة ممتعة ان شاء الله نتعلم فيها مع بعض البوتستراب 5